موسيقى من الميادين نحييكم اينما كنتم مشاهدين الاعزاء معارك ضارية في رفح حيث يحاول جيش الاحتلال التوغل نحو وسط المدينة فيما المقاومة تواجه الدبابات والاليات بقوة وادخل الاحتلال لواء بسلمح خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية الى رفح وهو اللواء السادس الذي يقاتل هناك وهذا ما يدلل على قساوة المعارك في المقابل ينتقم الاحتلال بالمجازر في حق المدنيين وفي شمال القطاع يواصل القصف على جباليا والمغراقة والنصيرات والزهراء وفي جبهة الاسناد اللبنانية تواصل المقاومة الاسلامية تدكى مواقع الاحتلال ومستوطناته وشنت هجوما ناريا مركزا ومن مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والاسلحة المباشرة استهدف موقع رامية وكذلك شنت هجوما جويا ليليا بمسيرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية أربعمائة واحد عشر شرق نهارية استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح حول الطائرات الانقضاضية وأهميتها سنتحدث في ميدانية اليوم أما المقاومة الاسلامية في العراق فقصفت أهدافا في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بثلاث طائرات مسيرة والقوات المسلحة اليمنية تستهدف ثلاث سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر مشاهدين في الميدانية اليوم معنا الخبيران العسكريان الأستاذ خالد غرير والعميد شربل أبو زيد سيادة العميد أهلا بك معنا والمداية معك كالعادة من الميدان وتحديدا من رفع حيث يعني تشتعل هناك المعركة ما بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية لنقرب أيضا الصورة أكثر للمشاهدين تتركز هذه المعارك في ظل دفع الاحتلال الإسرائيلي للواء سادس إلى رفع صحيح يعني هي منذ يومين تم سحب لواء جفعاتي من الفرقة 162 ولكن يبدو أن اليوم عاد العدو الإسرائيلي زاج لواء الثاني عشر دبابات على محور الهجوم الثانوي فهذا لنعود ونذكر بأن محور الهجوم الرئيسي هو من هذه المنطقة باتجاه حي جنينا رفح كذلك الأمر باتجاه حي السلام باتجاه رفح هذا هو الهجوم الرئيسي أما الهجوم الثانوي فهو من معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح باتجاه بوابة صلاح الدين كان تعثر عند بوابة صلاح الدين وبالتالي أقام هنا العدو تجمع لقواته ولآلياته أيضا أقام في هذه المنطقة مركز قيادة وتحكم يبدو بأن القرار عند العدو الإسرائيلي اتخذ بأن تصل دباباته إلى حي زعرب هذه المنطقة اليوم المعارك كانت على أشدها طيران العدو الإسرائيلي كان يغير على هذه المنطقة ونعني بها من بوابة صلاح الدين مفتل كير باتجاه حي زعرب كذلك الأمر كانت لقواتكوبتر تعمل بشكل كثيف وخاصة يعني هي عبارة عن مسيرة للمراقبة وبنفس الوقت للقنص فكانت تقوم بعمليات قنص لتتمكن الدبابات من التوجه باتجاه حي زعرب تقانتمت الدبابات من هذه المنطقة ووصلت إلى حي زعرب وتمركزت على تلة حي زعرب باتجاه مصر وبالتالي هذه التلة هي تلة حاكمة مشرفة على منطقة سيناء من هذه الناحية وبطبيعة الحال كونها تلة هي مشرفة باتجاه رفح من ناحية غرب رفح المعارك اليوم تركزت على هذه المنطقة وبشكل كثيف تركزت على حي السعودي باتجاه تل سلطان مخيم بدر وحي زعرب كل هذه المنطقة كانت اليوم هي منطقة العمليات الطيران العدوء الإسرائيلي كان يغير على تل سلطان وعلى محيط مستشفى الإماراتي فهذا المستشفى أصبح اليوم خارج الخدمة بفضل من تحت تأثير القصف القصف العدوء الإسرائيلي في محيطه حيث استشهد إثنان من الطاقم الطبي في المستشفى الإماراتي كذلك الأمر مستشفى تل سلطان هنا أيضا خرج عن الخدمة وكذلك الأمر مستشفى الكويتي اليوم خرج عن الخدمة من الملاحظ بأن العدوء الإسرائيلي يقوم بتدمير محيط المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الهدف من ذلك هو الضغط على السكان للنزوح من المعروف بأن السكان نزحوا بحسب الأنروا اليوم نزحوا باتجاه خارج البراكسات باتجاه المواصل ومنها باتجاه دير البلح بحدود مليون نازح أصبحوا من رفح ومحيط رفح خلال سلاسة أسابيع هناك مليون نازح نزحوا باتجاه شمال المواصل ولغاية دير البلح طائرات العدوء الإسرائيلي كانت تغيير اليوم على العريبة وسقط في العريبة سبعة شهداء وستة جرحة كذلك الأمر في حي الحشاشين كان هناك شهيدين وعدة جرحة في الحشاشين من جراء القصف الجوي كذلك الأمر بالبراكسات للأسف هناك ما بين البراكسات والحشاشين والعريبة كان هناك أكثر من ستة عشر شهيدا اليوم وخاصة ما يزال العدو الإسرائيلي يغير على خيام النازحين في منطقة البراكسات والحشاشين فهذا اليوم المستشفيات خرجت عن الخدمة تل سلطان أيضا خرج عن الخدمة حي السعودي انفجارات ضخمة في حي السعودي وقصف قوي المقاومة بدورها قصفت موقع هنا على بوابة صلاح الدين لقيادة قوات العدو الإسرائيلي وأيضا تجمع آلياته وجنوده مرات عدة بألهاون ستين ملي متر أيضا بألهاون مائة وعشرين ملي متر على بوابة صلاح الدين كذلك الأمر على معبر رفح في هذه المنطقة تم صليها بالصواريخ أيضا على تجمعات العدو الإسرائيلي ولكن يبدو بأن العدو الإسرائيلي كما قلت استطاع اليوم الوصول إلى حي زعرب والتمركز في حي زعرب هل من ناحية الشرق من ناحية حي جنينا والسلام ما تزال المعارك تتركز ما قبل وسط رفح لم يصل العدو إلى وسط رفح من هذه المنطقة يبدو كأننا أمام مشهد ألا وهو أن العدو الإسرائيلي يحاول من ناحية الهجوم الرئيسي تطويق رفح من ناحية حي جنيني وحي أسلام من ناحية وأيضا عندما وصل إلى حي زعرب يبدو بأنه يريد تطويقها أيضا من ناحية الغرب لتصبح رفح مدينة مطوقة من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب كذلك الأمر هذه هي الصورة في منطقة رفح جنوب جنوب قطاع غزة ونعود ونذكر بحادثة الأمس التي حصلت على معبر رفح والتي ذهب ضحيتها جنديين أو شهدين عمي تسمح لي أن نعود إليها بعض قليل لأنه نتأخر مع الأستاذ خالد غرير أيضا أستاذ خالد هنا نسأل أيضا عن آخر التطورات في رفح ومواجهة المقاومة لهذا العدوان الإسرائيلي لأنه بحسب ما أفادنا الزملاء الآن أن هناك معارك ضارية بمحيط بلدية رفح بالنسبة لتطورات المعركة في رفح وكأن الميدان يشير أو يبوح الميدان بأن هذه المعركة ستستمر لسنوات طويلة لا يمكن الحديث عن حسم لا يمكن الحديث عن نصر سريع لا يمكن الحديث عن قدرة حقيقية إسرائيلية لتحصيل إنجازات ميدانية معينة أو الوصول إلى الأهداف التي أعلن عنها المستوى السياسي وهذا يعني يجعلنا ندرك ماذا الهوة الكبيرة ما بين المستوى العسكري وما بين المستوى السياسي لدولة الاحتلال تصريحات كبيرة وشعارات لا يمكن تحقيقها على الأرض الآن نتحدث عن معركة تقريبا باحث بكل أسرارها الجيش الإسرائيلي في مرحلة عجز دام الآن يبحث الجيش الإسرائيلي عن خيام النازحين ويتباهى بأن عملية نوعية حدثت من خلال تصفية اثنين من المخربين وراحة ضحيتها طبعا مجزرة كانت في رفح هذه هي الإنجازات العسكرية الإسرائيلية أيضا أعود وأكرر على جزئية أن التقدم في رفح والوصول إلى مناطق جديدة في رفح لا يمكن اعتباره إنجاز عسكري للكوات الإسرائيلية بحكم أن الجيش الإسرائيلي هو جيش مجهز مدجش بالسلاح لديه مدرعات وسلاح جو مدفعية متطورة وبالتالي هو قادر على الوصول إلى مناطق معينة في حال قرر الوصول إليها ولكن الفاتورة التي سيدفعها زائد قدرته على التمركز والتموضع فيها إلى فترة طويلة وأيضا الوصول إلى الأهداف العسكرية التي أعلن عنها هذا هو التحدي الذي يواجه الجيش الإسرائيلي وحقيقة الأمر أخفق في تحقيق هذا التحدي في كل المناطق التي دخلها سادقا معركة رفح والتي لديها خصوصية حقيقة بحكم أن رفح تمثل شريان الحياة بنسبة لقطاع فزة كاملا بسبب وجود معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح مع الجمهورية مصر العربية أيضا هناك خصوصية بطبيعة العلاقة ما بين الدولتين الإسرائيلية والدولة المصرية والاتفاقية التي خرقت في تلك المعركة والحادثة التي حدثت مؤخرا ما بين الجيشين إلا أن بطبيعة الحال لا يمكن توقع مشهد مغاير في رفح الجيش الإسرائيلي يخوض نفس التجربة ويكرر نفس التجارب التي باءت من فشل في بقاعداتها ونحن نحن نتحدث عن ضيعة تام للبوصة العسكرية الإسرائيلية وعدم قدرة على تحصيل إنجاز أو تحقيق إنجاز نوعي قد يستطيع تسقه إلى الرأي العام الإسرائيلي على الأقل وإلى المستوى السياسي إذن مشاهدين هكذا تستمر المعارك في رفح وهذه المعارك أكبر دليل عليها المشاهد التي كنا نراها قبل قليل إن كان عبر القنص إن كان أيضا هذا الاستهداف المباشر والمواجهة المباشرة بين المقاتل الفلسطيني والدبابة الإسرائيلية والجرافة الإسرائيلية التي كنا نرى هذه المشاهد باستهدافات بليسين 105 بشكل مباشر نكمل الآن مشاهدين بمجموعة من المشاهد هناك استهداف لدبابة مركافا وسط مخيم جباليا ودكتح الشودات لاحتلال بقذائف الهون في محاور القتال شمال قطاع غزة اشتركوا في القناة 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 وهذا ما يتم هناك طيب عميد هذه المجموعة من الصور التي عرضناها قبل قليل كلها لها علاقة بجباليا هذه استهدافات المقاومة الفلسطينية في مناطق في جباليا في جباليا انسحب الاحتلال الاسرائيلي من منطقة الفلوجة بالرغم من القصف الهستيري على جباليا ما الذي حصل في شمال قطاع غزة تحديدا في جباليا عميد اذا اردنا ان نقرب المشهد والصورة للمشاهدين الذين يتبعون المدينة عندما نتحدث عن جباليا نتحدث عن معركة مركافة عن مجزرة للمركافة يعني العدو الاسرائيلي منذ حوالي الاسبوعين ولغاية اليوم تكبد اكثر من ثلاثين مركافة غير اليات نمر وسواها من آليات نقل الجنود في منطقة المعسكر ونعني بها مخيم جباليا في هذه المنطقة لماذا؟ يعني يجب التركيز على ان المعركة هي معركة لمتماثلة يعني كما رأينا مثلا في رفح ممكن ان يسمح المقاومون بدخول آليات العدو من دبابات وخلافه ونقلات جند وجبات وخلافه الى بعض المناطق هذه يعني حرب انفاق حرب دراء يعني هناك دريئة هناك منزل مهدمة هناك ابنية مهدمة المقاومون يتحصنون في هذه المباني او تحت الارض في الانفاق ممكن ان يدخل العدو الى منطقة ولكن هناك استحالة لبقاء العدو في اي منطقة لماذا؟ لان العدو لا يعلم من اين يخرج عليه المقاوم ويقوم بتدمير دبابته او ناقلة جنده او يقصفه كما رأينا بالفيديو منذ قليل بالهاوين ستين مليماتر هاوين ستين مليماتر هو على مسافات قريبة هو قظيفة صغيرة ولكنها شديدة التشظي والتأثير على المشات فاذا المقاومون يقومون بصلي العدو بالاسلحة المناسبة وبعمليات كر وفر تكبد العدو الخسائر وهذا ما رأيناه في جبالها عندما تكبد العدو اكثر من سلاسين دبابة مركابة وآلية نمر وسواها من الآليات فاذا المعركة ليست بان تدخل ولكن بان تثبت مثلا ما حصل اليوم نحن نعرف بان كان هناك ثلاث محاور محور من باتجاه جبل كاشف محور من فل الزعتر باتجاه شارع السكة ومحور من بيت لهيا باتجاه الفلوجة هذا ما نعلمه وكانت بقعة العمليات هي التالية هذه البقعة من الفلوجة باتجاه العجارمة باتجاه حي السكة ضمن القصصيب هذه المنطقة يعني المنطقة الجنوبية من مخيم جبالية كانت هي منطقة العمليات بالمبدأ ما حصل في الفلوجة كان هناك البارحة معارك ضارية عنيفة وعلى مسافات متقاربة بطبيعة الحال كان هناك شهداء للمقاومة نحن نتكلم عن معارك ضارية عن عدو يستعمل بشراسة طائراته ولكوادكوبتر مثلا اليوم كانت الكوادكوبتر تقصف في الفلوجة المواطنين العائدين إلى منازلهم بعد انسحاب العدو الإسرائيلي فتكبد المواطنون الشهداء فهذا العدو الإسرائيلي من ناحية هو لديه التقنية الحديثة من سلاح جو ومن كوادكوبتر وإلى ما هناك ولكن المقاومة دفعته الثمن بجنوده نحن لا ننسى منذ ثلاثة أيام عملية جبالية والأسر الأسر يعني نحن نتكلم بدل ما أن يستطيع العدو الإسرائيلي يعني استعادة الأسرة هو يضيف أسرة على هذه الأسرة وهذا بيزة العمليات اللامتماثلة في جباليا هذا يدرس في الجامعات العسكرية في المستقبل فإذا في جباليا كانت المعركة البارحة عنيفة لدرجة أن العدو الإسرائيلي اضطر إلى الانسحاب اليوم من الفالوجة باتجاه شمال بيت لهيا وكما قلنا حاول هو انسحب عفوا عميد هذه مهمة هو انسحب تحت وطء الضربات المقاومة وليس انسحب هو تكتكي لا لا أكيد ما تكبد البارحة أكثر من أربعة دبابات على هذا المحور فقط لا غير أما في باقي المحاور كلها فكان هناك أكثر من تسعة دبابات عدى الأليات نقل الجنود والجبات يعني كان هناك خسائر كبيرة ولكن بالفالوجة المقاومون كبدوا العدو الخسائر الفادحة بعديده وبعتاده لذلك هو اضطر أن ينسحب من الفالوجة ولكن الكوادكوبتر كانت للأسف بانتظار المواطنين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم وقامت بالقنص على هؤلاء المواطنين وسقط حوالي 6 شهداء وإضافة إلى عدد من الجرحة نعيد ونشدد بأن العدو الإسرائيلي يركز على تدمير وعلى خروج المستشفيات من الخدمة وهذا ما حصل اليوم في المستشفى الأندونيسي حيث أيضاً اليوم خرج عن الخدمة نتذكر بأن جنوب قطاع غزة وفي رفع تحديداً هناك ثلاث مستشفيات خرجت اليوم أيضاً في مستشفى الأندونيسي خرج لماذا؟ لأنه لم يعد هناك لا وسائل طبية لمعالجة المرضى ولا الأدوية والمستلزمات اللازمة وإضافة إلى استهداف التواقم الطبية رأينا في رفع كان هناك شهيد من الأطباء وفي المستشفى الأندونيسي هناك جريحين من الأطباء كذلك الأمر مستشفى كمال عدوان منذ يومين وقلنا بأن مستشفى كمال عدوان أصبح تقريباً خارج عن الخدمة يعني هو يؤمن الحد الأدنى من الأدنى من الخدمة وكذلك الأمر مستشفى العودة فعزاً لذلك لغاية الآن العدو الإسرائيلي دخل ثم خرج لماذا؟ لأنه لا يستطيع كما قال ضيفك الأستاذ غرير أنه لا يستطيع أن يثبت لا يستطيع أي جيش في المعارك اللامتماثلة أن يثبت في موقع معين وهذا قاعدة عامة وهذا ما يعني أنه ليس هناك نصر عسكري حاسم كما يريد باليامين نتنياه ولن يكون هناك هزيمة على مستوى قطاع غزة أيضاً ككل عميد ومشاهدين نكمل الآن في سياق المشاهد التي توثقها المقاومة الفلسطينية سرايا القدس أيضاً عرضت مشاهد من حمام الهاون التي ذكت بها جنود العدو آلياته المتوغلة جنوب مدينة رفح ترجمة نانسي قنقر بثت كتائب المجاهدين مشاهد من قصف قوات الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى كتائب القسام نشرت فيديو بعنوان جنود لواء أعقاب الفولاذ 401 المجرمون علامات أحذية جنود القسام لا تزال بارزة في وجوهكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين أيضاً مع الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي واصل مذابحه في رفح جديد هذه المذابح عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة ارتكب الاحتلال بقصفه خيام النازحين في المواصي غرب رفح يعني أستاذ خالد مجدداً خيام النازحين هي الهدف للاحتلال الإسرائيلي يتكبد الخسائر أحذيت كتائب القسام وجنود القسام ما زالت على وجوه ضباطه كما نشرت القسام قبل قليل وإذ به هو يذهب ليذبح المدنيين بهذا الشكل المستمر في رفح سيد خالد يبدو أنه سيد خالد لا يسمعون عميد إذن هذا المشهد يتكرر المشهد التي نشرتها كتائب القسام بخصوص الضباط والعبارة التي أوردتها أيضاً في هذا المقطع الفيديو هذا لافت له دلالات أنه ضباط الاحتلال الإسرائيلي أحذيت وجاهدي القسام ما زالت على وجوه هؤلاء وهو ينتقم بهذا الشكل شهداء عشرات الشهداء بقصف خيام نحن نتحدث الآن عن قصف خيام وذبح أهالي رفح بهذا الشكل نعم يعني عندما يخسر دائماً العدو الإسرائيلي يلجأ دائماً إلى قتل الأطفال والنساء وهذا معروف بسياسة جزء العشب عند العدو الإسرائيلي ورأينا بأن اليوم التالي لحادثة جبالها التي أسر بها المقاومون وقتل وجرح أكثر من ستة عشر جندياً وضابطاً إسرائيلياً كان في اليوم التالي القصف الجوي على خيام النازحين في البراكسات شمال الغرب رفح والعدو الإسرائيلي كل ما كان هناك يعني يهانة له ولجنوده وانكسار وخسارة يلجأ إلى قتل الأبرياء وخاصة النساء والأطفال والمشاهد لا يستطيع العدو تكذيبها والعالم ككل يراها لذلك نحن نرى بأن نتيجة ذلك هناك تحول جزري في الاتحاد الأوروبي منذ يومين لغاية الآن هناك أصوات في كافة دول الاتحاد الأوروبي تدعو العدو الإسرائيلي لوقف هذه المجازر وبعدها الاتحاد الأوروبي يدعوها بالمجازر وهذا حتى اليوم جوزيب بوريل منصق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعا ما يحصل في خيام النازحين بالمجازر التي يتم ارتكابها من قبل العدو الإسرائيلي ودعاه إلى إيقاف هذه المجازر وأيضا حتى أنه تدخل مباشرة مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لإعادة المراقبين مراقبية الاتحاد الأوروبي إلى رفح يعني هناك رأي عام عالمي بدأ يتغير وهذا من نتائج خسارة العدو الإسرائيلي وكيانه أمام العالم ككل على كل حال هذا الرأي العام العالمي نراه أيضا يتحرك في الشوارع ولكن للأسف الشديد هذا رأي العام العالمي الذي نراه يتحرك في أوروبا والولايات المتحدة والغرب بهذا الشكل عند قيام الاحتلال الإسرائيلي بهذه المجازر وهذه المذابح نحن لا نرى نفس المشهد للأسف الشديد في الدول العربية والإسلامية بالرغم من أن هذه المجازر مستمرة في قطاع غزة كما حصل في مستشفى المعمداني عندما نزلت الجماهير إلى الشوارع أعتقد أيضا أن هذه الجماهير بحاجة إلى أن تتحرك في ظل استمرار هذا القتل يا أستاذ خالد الغرير ولكن هذا المشهد أستاذ خالد ولو بدقيقة الذي نشرته كتائب القسام أولا أنها حددت أسماء الضباط ورتب الضباط ونشرت صورهم بهذا الشكل وقالت أحذيت كتائب القسام أحذيت مجاهدي القسام ما زالت على وجوه هؤلاء لهذا المشهد أيضا دلالات كبيرة لماذا اختارت كتائب القسام اللواء أربعمائة وواحد أربعمائة وواحد هو لواء عكفوتها برزيل أي أعقاب الحديد بمعنى أن أعدو هذا اللواء كل ما يستطيع أن يشاهده هو آثار هذا اللواء وستبقى في ذهنه لفترة طويلة هناك تائب القسام تريد أن تواجه ضربة إلى هذا اللواء وإلى تراث هذا اللواء وإلى هيبة الجيش الإسرائيلي بشكل عام شاهدنا أنها وضعت الباج أو اللوغو وآثار حذاء لمجاهدي القسام على هذا الشعار وبالتالي كانت تتعمد أو تتقصد إيصال صورة مفادها أن كل ما تعملون هو وهم يعني هذه الدعاية وهذا التطبيل لجيش الإسرائيلي هو وهم وعلى أرض الميدان المقاومة هي الأقوى وبالتالي كان الاختيار للواء أربعمائة وواحد اختيار موفق وآثار فعلا كتائب أو أبناء القسام على هذا اللواء واضحة وكانت نخبة من قيادات وضباط هذا اللواء ضحايا كانوا قد قتلوا حقيقة الأمر ضحايا الوهم الإسرائيلي وضحايا هذه البروباغندا الزائفة لقوات الاحتلال فيما يتعلق بالمناطق النازحين وتكرار استهداف القوات الإسرائيلية للنازحين هذه طريقة تحاول قوات الاحتلال من خلالها التشفي والانتقام لخسارات ميدانية حقيقية ومذلة ومؤلمة بالنسبة للإسرائيليين من خلال استهداف المدنيين وارتكام المجازر يعني لعل ذلك يضغط أكثر على المقاومة وقيادات المقاومة ويعني ترى بأنه ليس هناك أمامها مجال إلا الاستسلام وإلا فإنها ستستمر بالقتل طبعا هذا جريمة حرب هذا الشكل من أشكال الإجرام والدموية الإسرائيلية بطبيعة الحال جزء من العقيدة القتالية الإسرائيلية هي القتل قتل المدنيين وذلك جزء من عقيدة الجيش وإيضا من عقيدة اليهودية بحسب التورات وحسب الكتب الدينية التي لديهم عموما بشكل عام لا تزال يعني صورة النصر المطلقة التي يبحث عنها بن يامين نتنياهو يبحث عنها يؤف جلانت والذان أصبحا مؤخرا طبعا مجرمان مدانان دوليا يقودان دولة ديمقراطية يفترض أنها تلتزم بمعايير الغرب الحضارية ويعني ما يروج الغرب له من قيم ومع ذلك هؤلاء المجرمان يعني يقومان بقيادة هذه الدولة إلى محرقة حقيقية للجيش ومعارك عدثية لا يمكن من خلالها الوصول إلى أهداف حقيقية يمكن ترجمتها للتغلب أو للانتصار على المقاومة الفلسطينية ولو حتى في بقعة جغرافية واحدة والشمال وجبالية تحديدا هي دليل على ذلك في ميدانية اليوم مشاهدينا سنخصص جزء كبير من هذه الميدانية أيضا لموضوع سلاح المسيرات عند المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله تحديدا الطائرات الإنقضاضية المقاومة الإسلامية في لبنان إذن تستخدم الطائرات المسيرة بأنواعها المختلفة منها الإنقضاضية من نوع أبابيل الزميل خالد حرب يقرب لنا الصورة بتقنية 3D مع تفصيل خصائص هذه الطائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاسلامية في لبنان عندما تقول بانها تستهدف تموضعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي بالطائرات الانقضاضية عميد نتحدث اليوم عن طائرات الانقضاضية لانه بالامس كان هناك هجوم بالطائرات الانقضاضية ليلا وهذا ربما لم نشهده كثيرا او ربما المرة الاولى التي يقوم بها حزب الله بهجوم انقضاضي ليلي بهذا الشكل مدللات ذلك على المستوى العسكري وايضا كيف تعلق على هذا الفيديو الذي رأيناه قبل قليل عندما نتكلم عن استهداف بطائرات مسيرة ليلا هذا يعني بان هذه الطائرة تمتلك جهاز رؤية ليلية ان كان جهاز حراري تيرميك او ان كان جهاز بالاشعة مدون الحمراء وغيرها فهذا هناك اجهزة متطورة تحتوي عليها هذه الطائرة لتصل الى هدفها اضافة الى تمرس يعني عنصر القيادة والسيطرة على الطائرة في عملهم كان خلال النهار او خلال الليل وهذا ما رأيناه البارحة في استهداف ليلي لمرابد مدفعية لكتيبة المدفعية 411 في شرق نهارية وهذا مربض مستحدث للعدوى الاسرائيلي جديد هنا ايضا ميزة العنصر الاستطلاع الدقيق لدى المقاومة الاسلامية في لبنان هي دائما ما تستطلع عمق هذه المنطقة لغاية عشرة كيلومتر بشكل آني وليس بشكل كل ساعة وانما بشكل آني اي تغيير في معالم الارض اي مراكز مستحدثة يعني استهدافها بيئة المسيارات اما ليلا فهذا يعني كما نقول نقلة نوعية وكأننا نرى بان المقاومة تظهر قليلا مما لديها ومما تختزن من مفاجآت ممكن ان تفجرها كما قال سماحة السيد اذا ما فتحت المعركة الشاملة مع العدو الاسرائيلي والعدو الاسرائيلي يعلم ما معنى الاستهداف ليلا يعني انه اصبح تحت نيران المقاومة ليلا نهارا 24 ساعة على 24 ساعة وهذه النقطة سأحيلة للأستاذ خالد غرير أستاذ خالد 24 ساعة على 24 باتت عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان عند الحدود المتاخمة لشمال فلسطين المحتلة ما اهمية ذلك عفوا في سياق استنزاف العدو كما يتحدث اليوم الاعلام الاسرائيلي استاذ خالد يبدو ان استاذ خالد غرير ايضا لا يسمعنا نعود اليك ايضا عميد ما الذي يعنيه ان تخوض المقاومة الاسلامية في لبنان حزب الله حرب على مدار الساعة ان نحن نتحدث لم نعود نتحدث عن جبهة اسناد فقط ربما هذه حرب على مدار ال 24 ساعة مختلف انواع الاسلحة نتحدث عن استخدام الطائرات بمختلف انواعها خاصة انقضاضية منها نتحدث عن استخدام قذائف المدفعية نتحدث عن استهداف بالصواريخ يعني تصل احيانا الى المأت صاروخ ايضا بالنهار ومدايات وصل شعاعه تقريبا الى حيفا 35 كم الى قاعدة اليلانية عندما ضربت المقاومة المنطاد الشهير في اليلانية وايضا ضربته ليس فقط بطائرة مسيرة هي هذه التي تم عرضها الان على الشاشة ابابيل ولكن تم تركيب على هذه الطائرة صاروخي اس خمس صواريخ روسية واس خمس كي المضادة للدروع وتم ايضا اطلاق الصواريخ وكانت عملية مركبة وكأننا امام سيناريو جديد كأننا امام طائرة حربية ولكن هذه مسيرة هي تقوم بقزف القنابل او الصواريخ ومن ثم تنقض على هدفها وتقضي على هدفها هذا كما قلت هناك مردود عسكري لهذا وهناك مردود نفسي وهذا ما نراه بتصريحات قادة العدو الحاليين والسابقين كذلك قادة مخابرات العدو الحاليين والسابقين عندما يتكلم بأن هناك العديد من سكان منطقة الشمال واكثر من 40 إلى 50 بالمئة من سكان منطقة الشمال لا يرغبون العودة بتاتا إلى هذه المنطقة وهذا خلق مشكلة كبيرة أساسية للعدو الإسرائيلي اليوم السلطات السياسية للعدو الإسرائيلي تبحث عن حلول لهؤلاء وبالتالي إضافة إلى أن العنصر الأساس من كل ذلك أن المقاومة بالرغم أنها لم تدخل بعد إلى أراضي فلسطين المحتلة ولكنها نقلت المعركة إلى أراضي فلسطين المحتلة يعني اليوم المعركة لغاية 35 كم أصبحت مفتوحة ما بين حدود اللبنانية وما بين الإيلانية على بحير الطبرية وما بعد الطبرية وعندما تصل تدريجيا الأمور هي بدأت كما قلنا على خمس كيلومتر ثم أصبحت مع قاعدة ميرون على 10 كم الآن نراها ممكن أن نقرر بالصورة أكثر عميد عبر الخريطة للمشاهدين وخاصة بموضوع آخر الاستهدافات التي قمت بها المقاومة الإسلامية نعم اليوم كانت استهدافات كبيرة مثلا اليوم كانت استهدافات نبتدأ من القطاع الشرقي بالقطاع الشرقي عندما نتكلم عن كرياتش مونة أصبحنا نتكلم عن مدينة أشباح كرياتش مونة هناك 123 وحدة سكنية وليس منزل يعني أبنية مدمرة بكرياتش مونة اليوم 8 صاروخ على كرياتش مونة كان هناك حرائق ضخمة لدرجة أن المنطقة الصناعية في كرياتش مونة انتهت وكان هناك أكثر من 15 فريق اطفاء في منطقة كرياتش مونة فقط لإطفاء الحرائق في كرياتش مونة كذلك الأمر كان هناك استهداف لمنطقة هذه المنطقة يعني منطقة قدس بالقرب من قدس أيضا كانت استهداف للمالكية المالكية منذ أكثر من أسبوعين لغاية الآن هناك استهدافات متتالية أي تحرك لأي دبابة أي تحرك لأي عنصر في المالكية وفي جنوب المالكية في ديشون في هذه المنطقة يعني تقوم المقاومة باستهدافة البارحة كان هناك تدمير دبابة مركافة أربعة ما بين ديشون والمالكية فأذن المالكية لا أجهزة تجسسية هناك إعماء بالكامل على طول الجبهة وخاصة في المالكية كذلك الأمر اليوم كان هناك بمزارع شبعة هطلات على مزارع شبعة إضافة إلى الصماقة الرمتة زبدين كل هذه السكنات يوميا تتعرض لقصف العدو الإسرائيلي ممنوع عليه وضع أي جهاز تجسسي أو أي وسائل مراقبة في هذه المنطقة من جبل الشيخ من موقع الرادار نزولا إلى النقورة أما في هذه المنطقة كان اليوم استهداف المقاومة لمنطقتين جديدتين هي هذه المنطقة تسفعيون وسفسوفة هذه المنطقة أيضا كانت هناك استهداف في هاتين المنطقتين بياء الصواريخ وتم تحقيق أهداف على أهداف عسكرية في هاتين المنطقتين إضافة إلى قاعدة ميرون التي هي في هذه المنطقة تم استهداف قاعدة ميرون البقاومة حرمت العدو الإسرائيلي من إحدى قواعده الأساسية التي كان يعتمد عليها ليس فقط في لبنان وإنما في سوريا وما بعد سوريا وأيضا جنوبا باتجاه مصر وحتى باتجاه البحر الأبيض المتوسط وباتجاه جزيرة قبرص وغيرها فأيضا هناك أيضا كان استهداف لميرون اليوم كذلك الأمر للراهب وهنا في هذه المنطقة قرب زرعيد وأيضا كما قلنا شرقي نهارية هذه العملية الليلية ولكن كان هناك اليوم عملية أيضا مركبة بالصواريخ وبالمدفعية على رامية رامية هي هنا في هذه المنطقة رامية أيضا هذه المرة الثانية المقاومة تستهدف منطقة رامية موقع رامية على مسافة قريبة الاستهداف ليس من مسافة بعيدة ما يعني كأن المقاومون يصلون إلى السياج الحدودي ما بين لبنان وفلسطين المحتلة بالقرب من موقع رامية ويقومون بصلي هذا الموقع بيئة صواريخ الموجهة الدقيقة وبزخات من قذائف المكفعية عملية مركبة تم تدمير الهدف العسكري اليوم أيضا في رامية للمرة الثانية عملية مركبة على رامية ولكن ما كنت أقوله هذه هي عمليات اليوم ما كنت أقوله بأن كل هذه المنطقة أصبحت لغاية بحيرة طبارية على بعد 35 كيلومتر تحت مرمى وسيطرة المقاومة في لبنان وهو اللافت جدا أيضا هذا الجهد الاستخباري الهائل الذي تخوضه المقاومة الإسلامية عمليات دون جهد استخباري وهذا لافت هو العنصر الأساس لنجاح العملية يعني خاصة إذا تذكر عميد عملية عرب العرامش التي كانت أنا ذاك فيها مجموعة من الضباط والجنود واستهدف حزب الله الاجتماع أنا ذاك وهذا كان مؤشر كبير على أيضا أهمية هذا العام العام للإستخبارات والجهد الذي يبدله حزب الله أيضا في هذا الصياح مشاهدين على مستوى جبهة الإسناد العراقية المقاومة الإسلامية في بلاد الرافدين أكدت ضربها أهدافا عسكرية في إيلات أم الرشراش في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأضفت المقاومة في بيان أن العملية جرت باستخدام ثلاث طائرات مسيرة وذلك استمرارا في نهجها بمقاومة الاحتلال ونصرة لأهالي غزة وردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين إذن مشاهدين هكذا تستمر المقاومة الإسلامية في بلاد الرافدين باستهداف إيلات أم الرشراش عميد نتحدث عن مسافات طويلة عميد صحيح والمقاومة الإسلامية في العراق تصر على هذه الاستهدافات هي في إحدى المرات أصدرت بيان بأنها تعيد بعض التموضوعات في العراق من أجل استكمال العمليات بالفعل استكملتها ولكن ما الجديد أيضا بهذا الاستهداف يعني الاستهداف بحق ذاته هو متكرر ولكن الأهمية هذا الاستهداف هي أن هناك مسيارات تطيرة على مسافات أكثر من خمسة مائة كيلومتر من هنا من العراق ولغاية أم الرشراش هنا يعني هذا ليس أمرا عديا عميد هذه المنطقة يعني نحن لا نعرف بالضبط من أين تنطلق ولكن هناك المسافة ما بين أربعمائة وخمسين وأكثر من أربعمائة وخمسين كيلومتر فإذن هذه المسافة هناك قواعد لنتذكر هناك قواعد لبعض الحلفاء للعدوى الإسرائيلي في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة يعني في رويشد في قاعدة رويشد في هذه المنطقة وأيضا هنا في سوريا وكل هذه المناطق هي قواعد أمريكية تتمتع هذه القواعد بحماية جوية وأيضا تتمتع بأنظمة كشف رادارية وتمر هذه المسيرات على خمسمائة كيلومتر ولا أحد يعترضها لأن لا أحد يعتلمها هذا هو السر وهذه هي يعني القوة في الموضوع وتتصل إلى إيلات وتصل إلى أهدافها سلاس مسيرات على سلاس أهداف عسكرية في إيلات تم وصولها الليلة الماضية إذن نتحدث عن مسافات طويلة ونتحدث عن استكمال أيضا هذه العمليات كما توعدت المقاومة الإسلامية في العراق مشاهدين القوات المسلحة اليمنية أيضا أعلنت تنفيذ ثلاث عمليات مشتركة ضد ثلاث سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر جاء في بيان تلاها العميد يحيى سريع أن عمليتين نوعيتين ضد مدمرتين حربيتين أمريكيتين نفذتا في البحر الأحمر غرب اليمن انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات مشتركة وعلى النحو التالي الأولى استهدفت سفينة لاريغو ديسيرت الأمريكية في المحيط الهندي والثانية استهدفت سفينة ام ايسي ميكلة الإسرائيلية في المحيط الهندي والثالثة استهدفت سفينة منهرفاء ليسا في البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وبعون الله تعالى استادف سلاح الجو المسير بعمليتين نوعيتين مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله استهداف المدمرات الأمريكية ربما هذا الأبرز أيضا في بيان العميد يحيى سريع سيادة العميد ما الذي يعنيه استهداف المدمرات الأمريكية وهذا ممكن؟ يعني اليمن أن يستهدف المدمرات الأمريكية ما الذي يعنيه ذلك؟ نعم يعني ليست المرة الأولى دائما ما يستهدف القوات المسلحة اليمنية المدمرات الأمريكية ومدمرات التحالف في البحر الأحمر كذلك الأمر في خليج عدن وهذا ما دفع بحاملة الطائرات إلى الانسحاب إلى البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من شهر ونصف هي غادرت هذه المنطقة وأصبحت في البحر الأبيض المتواصل لماذا؟ لأن بطبيعة الحال المدمرات والحاملات الطائرات تتمتع بأجهزة دفاع جوي متطورة وقوية ولكنها مكلفة جدا وهذا ما نعود على مبدأ الحرب الكلفة والمفعول هناك كلفة كبيرة لمسيرة صغيرة القوات اليمنية تستهدف وقد اعترفت القيادة الوسطى باستهداف المدمرات بمسيرات وبصواريخ باليستية يبدو بأن بعض منها أصاب أهدافه والبعض الآخر تم اعتراضه من قبل المدمرات كذلك الأمر سفينتين في المحيط الهندي التي ذكرهما وأيضا سفينة في البحر الأحمر إضافة إلى المدمرتين قبل الزهر اليوم كان هناك استهداف لسفينة هنا بعد الباب المندب على بعد 100 كم من الحديدة من هذه المنطقة وأيضا هذا باعتراف هيئة البريطانية البحرية في هذه المنطقة فهذا القوات اليمنية بمرحلتها الرابعة هي طبقت القول بالفعل تستهدف كل هذه السفن من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر وهذا ما حدى بالسفن الغاز الأمريكية إلى المرور عبر رأس الرجاء الصالح هناك منذ مطلع هذا العام لغاية اليوم 123 سفينة غاز لم تستطع المرور هنا وإنما مرت عبر رأس الرجاء الصالح وبالتالي تكبدت الخسار المادية الكبيرة إن كان من ناحية التأمين وإن كان من ناحية طول المدة وإن كان من ناحية شروط النقل فهو بالتالي هذه العملية هي عملية فعليا تطويق العدو الإسرائيلي من ناحية خليج عدن والبحر الأحمر ومع جبهة الإسناد اليمنية نصل اليوم إلى ختام الميدانية كل شكر لك العميد شاربل أبو زيد وشكر أيضا لأساد خالد غرير مشاهدين كان معنا أيضا في هذه الميدانية وشكر الأكبر والدائم لكم مشاهدين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر